في لحظة صدق تجلت بعض التصريحات السياسية المتواترة لمسؤولين إيرانيين غدات تعقيبهم على ما يجري في سوريا وأهدافهم وراء خوض الحرب هناك إلى جانب النظام السوري ضد معارضه عسكريا وسياسيا أول من فتح ما زاد التصريحات العلنية كان اللوائح يصفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني حينما طالب النظام السوري بتصدير الفوسفات من المناجم السورية إلى إيران لتزديد فاتورة إنقاذه وكأنه يطالب بلغة أخرى بحصته من الغنائم أو من المصالح حتى قبل أن تنتهي الأزمة وترسو على بر لم يبرد تصريح الرجل حتى تبعته تصريحات أخرى مشابهة لمسؤولين إيرانيين لا تخرج من نفس الإطار ها هو عباس عرقجي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن وجود بلاده في سوريا لا يستهدف الكيان الصهيوني بل يستهدف محاربة الإرهاب طبعا المقصود بالإرهاب في أدبيات الخطاب الإيراني هنا المعارضة السورية في حلب قديما وإدلب حديثا والغوطة الشرقية حاليا وبالتالي فإن عرقجي حاول أن يطمئن الاحتلال في لحظة رأها خطيرة ومعقدة لإمكانية اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق في أي لحظة تتطابق تصريحات المسؤولين مع الواقع على الأرض فهناك عقود مجزية تحظى بها الشركات الإيرانية حاليا في سوريا إضافة إلى تبادل تجاري مزدهر من دون قيود وقد نجحت إيران في توقيع اتفاقية بين البلدين في نهاية العام 2011 لمد أنبوب ينقل الغاز الإيراني عبر العراق وسوريا ليجري تصديره عبر البحر المتوسط إلى أوروبا والأمثلة كثيرة لكن على ما يبدو فإن تلك الصراحة خلقت أو بدأت تخلق بعض الانتقادات الداخلية والخارجية موقع دولة بهار المقرب من تيار المحافظين تساءل عن سبب كذب طهران حينما قالت إن وجود قواتها العسكرية والشعبية في سوريا هو من أجل الدفاع عن أضرحة أهل البيت ومقاماتهم بسوريا وأضف موقع دولة بهار هل يجب على سوريا أن تدفع تكلفة وثمن الدفاع عن معتقدات الإيرانيين منتقدا ما سمها الدعاية الإيرانية للتدخل العسكري في سوريا بكل الأحوال أثبتت وما زالت تثبت الأحداث أن تلك الدعاية مجرد بروبوغاندا لإمبراطورية فارسية تمتد من طهران ولا تنتهي ببيروت كما قال أحدهم اشتركوا في القناة